صباح الخير من صوت لبنان نقدم نشرة أخبار الثامنة والربع مع تحيات دعاء حمص فرح والمخرج رودريك نمنوم عنوين النشرة التعميم 151 ساري المفعول والدعم مقيد وأموال المودعين تحت اختبار إعادتها وسلامة قريبا في تعميم سنبدأ نرجع الأموال الكهرباء أمام أزمة التعتين والمحكمة الدولية تتوقف عن العمل أمام أزمة التمويل جمود حكومي تخرقه بيانات واتصالات من دون بركة بيطار يرجح فرضيتين في تفجير المرفع إسرائيل تعلن عن إحباط عملية تهريب على الحدود الجنوبية مع لبنان سلطة تقتنص الفرص على ظهر الشعب المنكوب تأكل من صحنه تسلبه كوته وماله في النهار وتنقض على أنفاسه في الليل وفي اليوم التالي تستثمر في عد الضحايا على طبق الشعبوية والتوافقية متجاوزة مبدأ فصل السلطات هكذا لم لمت السلطة والمصارف والحاكم تدعيات قرار مجلس الشورى وباعت الناس أوهام الحفاظ على أموالهم فيما الحقيقة أن المودعين خاسرون عالقون تحت المنشار إن لم يكن على 3900 ليرة فعلى 1500 ليرة ويذهب الوهم بهم إلى القبول على أساس أن الكحل أفضل من العمى معركة أخرى تدور على جباة الحكومة تغرقها بيانات قصف متبادل باتت يومية بين التيارين الأزرق والبرتقالي وتكاد تقضي على مبادرة برّي التي دخلت في مرحلة الوهن إلا إذا تم خرقها بجديد هو حتى الآن غير متوفر في صفوف الانتظار تتراكم الأزمات فبعد فصول مسرحية ما وصف بإعادة الأمور إلى نصابها في العودة إلى تنفيذ الصحوبات على أساس 3900 ليرة لبنانية دخول متجدد إلى عالم التصفيات بدءا من ملف رفع الدعم مرورا بالكهرباء ووصولا إلى تصفية المحكمة الدولية فمن المقرر أن يعقد المجلس المركزي في مصر في لبنان اجتماعا اليوم للبحث في موضوعين رئيسيين الأول الإعداد للآلية التطبيقية التي ستبدأ المصارف بموجبها بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل السابع عشر من تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في الحادي والثلاثين من أذار 2021 وذلك بالعملات كافة في نتيجة التفاوض بين المركز والمصارف استنادا إلى ما أعلنه حاكم مصرف لبنان والثاني مستلزمات ملف الدعم الذي جرى بحثه في اجتماع مالي عقد في بعبدة وحضره السليمي وجرى في خلاله البحث في تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية وأجر الرئيس عون خلاله اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وأفادت المعلومات أن السليمي أبلغ المجتمعين أن أموال الدعم قد نفدت ولا يمكن للمجلس المركزي الموافقة على مزيد من طلبات فتح الاعتمادات مع إعادة تأكيد موقف المجلس المركزي الرافض للمس بالاحتياطي الإلزمي لتمويل الدعم فهذه الأموال هي أمانة للمدعين وأي تصرف بها يجب أن يكون من خلال إعادتها لهم أبرز الاعتمادات المتوقفة عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وهي أربعة تطلب فتح اعتمادات لأربعة بواخر بقيمة إجمالية تقارب 62 مليون درار وسبق لوزير المالية أن وقع عليها وتم حصر الموافقات بفتح اعتماد واحد وعليه سارعت مؤسسة كهرباء لبنان لتحذر من أزمة تعتيم كامل تقريبا وأشارت المؤسسة إلى أنها ستقوم برفع قدرة معمل الذوق الحراري القديم وتخفيض قدرة المعامل الأخرى كافة بسبب النقص في مادتي الفيول أول والجاز أول وقالت إن إجمالية طاقة المنتجة على الشبكة حاليا هي بحدود 720 ميجا وات بعدما جرت تخفيضها تدريجيا خلال الأسابيع الماضية علما أن طلبات الدعم للسلة الغذائية أو الدواء أو فتح أي اعتماد جديد لها متوقف بانتظار ما ستقرره الحكومة لناحية آلية الدعم في هذا الوقت تعاود المصارف تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 151 واعتماد سعر 3900 ليرة لسحوبات الودائع الدولارية في ترجمة لنتائج اجتماع بعبد القضائي والمالي الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية وحضور حاكم المركزي رياض سليمي ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وحدد سليم التوجهات للمرحلة المقبلة مؤكدا أن مصرف لبنان ليس مفلسا اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان اعتباره أنه ما زال سارئ المفعول وستعمل مصارف بموجبه كما أنه اكدنا التعاون الكامل وضرورة التعاون أيضا بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولي لما فيه مصلحة لبنان وكل التعاطي هو بهالإطار هيدا لماذا لا يعلن إفلاس مصر في لبنان بكربق صادر؟ لأنه ما أنه مفلس مصريات الناس بالبنوكي مش في مصر في لبنان والبنوكي بيقوله أنه مصريات الناس عندك هيك بيقوله كمان فيه عندهم مصارم على الدولة كمان فيه عندهم مصارم دينينة للقطاع الخاص كمان عندهم أموال خاصة محطوطة بالخيرج راحت وديع الناس؟ لا ما راحت وقريبا فيه تعميم وفي شريط التداعيات أيضا قرار للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالتوقف عن العمل بسبب التمويل وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تعليق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جميع القرارات المتعلقة بالقضايا المعروضة عليها حاليا وأي قضايا مستقبلية حتى إشعار آخر وذلك بسبب الوضع المالي الصعب الذي تواجه المحكمة حاليا وأعرب دوجاريك عن قلق الأمم المتحدة الشديد وقال منذ فترة طويلة ونحن نتحدث بصوت عال من خلال مجموعة الدعم الدولية عن نقص التقدم السياسي وعن عدم تشكيل حكومة وعن غياب الإصلاحات الضرورية هل من أزمة جديدة مع السعودية بعد الفاصل؟ خلافات أهل السلطة وفشلة بإدارة البلد وإنتاج حقومة جديدة فعالية المعارضة والقوى التغييرية بفرد واقع جديد الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية وإمكانية الخروج منها مواضيع وعنوين رح نناقشة معكم ضمن برنامج حوار أونلاين أنا تريسي شامعون حوار أونلاين مع جورج العلي الجمعة بعد نشرة أخبار الخامسة والربع عبر صوت لبنان وصحر بالبيانات التأليف جامد إلا من حركة خجولة فعلت الاتصالات على خط بكركي عين التيني فيما جهد الثنائي الشعي في حركته على خط طيب عبدة وبيت الوسط في محاولة لإبقاء بعض الروح في مبادرة بره في المعلن لا تزال العقدة عند الوزيرين المسيحيين وتسميتهما وينتظر طرح أفكار جديدة لكيفية التسمية وتدوير الزوايا بما لا يكسر أحدا من الطرفين رئيس جمهورية ميشيل عون أكد أنه قدم كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة لكن الرئيس المكلف لم يراعب مبدأ الشراكة الوطنية التيار الوطني الحر لفت أيضا إلى وجود حملة افتراءات مبرمجة ضد النائب جبران باسيل تحمله مسئولية العرقل الحاصلة وتفشيل مبادرة بره وأكد أن التيار المستقبل أصر على السلبية والشتيمة والمس بالكرمات وبمقام رئاسة الجمهورية على الرغم من المرونة الكاملة التي أبدها باسيل خلال اجتماعه مع ممثلي حزب الله وحركة أمل فيما خص الحقائب مشيرا إلى أن رئيس الطيار الحر اقترح أفكارا عدة لاختيار وزيرين لا ينتميان إلى أحد سياسيا وغير محسوبين إلا على صفة الاختصاص مع تأكيد على حكومة لا يملك فيها أي طرف الثلث زائدا واحدا والتذكير بعدم التسليم بصيغة ثلاثة منات التي لم يتبنها أحد رسميا لأنها غطاء مقنع للمثالثة المرفوضة حول هذا الموضوع تنضم إلينا عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش صباح الخير صباح الخير لأنت مدام دعاء للمستمعين الكرام اليوم يعني صار فيه أكتر من أسبوع ومضى على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري هل يمكن القول أن هذه المبادرة اليوم متوقفة أم ثمة حوافز جديدة ستنطلق منها خصوصا بالنسبة لتسمية الوزيرين المسيحيين يعني مبادرة الرئيس بري فينا نقول يعني غير متوقفة ونفس الوقت منها يعني سارية بالشكل المطلوب للأسف يعني ما زلنا لا تقلو الحكومة والفراغ يراوح نتمنى يعني أن طلق مبادرة الرئيس بري حلحلة ولكن يعني منشوف من كل المعطيات اللي حولنا بأنه العرقة اللي ما زالت يعني سائدة والشخصنة في طريقة يعني التعامل في تأليف الحكومة هو المسيطة يعني أفضل الجميع معرفة بأنه طيار الوطني الحر لا يريد الرئيس الحريري رئيسا للحكومة رغم بياناته التي تبين بأنه هو المسالم ودائما وهم يريدون رئيس الحريري ويرودينه للفاق للبنان ولكن الواقع الحقيقي اليوم لا هذا الشيء منه فخيح هو اللي ما زال يعرص تأليف الحكومة ويعرص أي مبادرة مطروحة للحل قدام هيدا الواقع الخيارات أمام الرئيس المكلف البعض يعتبر أن اعتذار الحريري أصبح مسألة وقت يعني أولوية الرئيس الحريري اليوم هي تأليف حكومة لأنه إذا منظر نحن هالسبعة شهر بأخير قديش راح على اللبنانية لو كنا نحن من سبعة شهر قلّفنا حكومة كنا قدرنا تقدمنا خطوة نحو التفاوض مع العيامار كنا قدرنا خطوة حول خطة اقتصادية لترشيد الدعم ما كنا قدرنا وصلنا لليوم أنه ما عمنا كهرباء هالدولار كل ماله عم بحلة الناس وقفة على الـ ATM ولا على البنزين ولا على هيدا كان هاجس الرئيس الحريري خلينا ننظر اليوم قديش نحن كل يوم هالتأخير عم بوصلنا هيدا اليوم هاجس الرئيس الحريري وهي هي أولوية الرئيس الحريري أما طرح الاعتكاف أو الاعتذار أو الاستقال من المجلس النواب طبعا هيدا كله وارد لما منطلحات مزدود ولما الشعب اللبناني اليوم يعني بالنهاية مصالحه راحت وكرامته اليوم بالحياة المعيشية كذلك طارت طبعا كله وارده إنما الوقت المناسب بعض معها البعض بيعتبر أنه استقالة نواب كتلة المستقبل مناورة خصوصا أنها تربط باستقالات من أفريقاء آخرين هل هذا صحيح؟ لا أبدا نحن من أول يوم ممكن دعينا لانتخابات ميادية مبكرة نحن استعالاتنا موجودة طبعا وجهزة ولكن نحن كذلك عم نراعي تحالفاتنا مع الرئيس بري عم نراعي شو مصلحة الملد ولكن غيرنا اللي هو عم بيحاول يتاوم ويقول أنه هن نستعدين للاستقالات فنحن مندعيهم طبعا إذا هن يجب أن يستقيلوا ويتفضلوا ياريت بيستقيلوا اليوم وبيستقيل معهم كذلك يعني رئيس الجمهورية ونقصر كل الولايات ونروح لانتخابات جديدة تنقذ هيدا البلد نحن ما عم نتساوم أبدا ولكن بالوقت المناسب نحن أكيد جهدين البعض كمان اليوم في حديث لأحد القياديين في الثنائية الشيعي يلوح بالمؤتمر التأسيسي في حال تم فرض استقالية جماعية بمجلس النواب هل المستقبل مستعد لمواجهة من هذا النوع؟ يعني هذا الأمر لم نناقشه طبعا بعد يعني بتشكى على أي أسس وما هو هذا المؤتمر التأسيسي ولوين بده ياخدنا فطبعا نحن حسب يعني المعطيات شو لح تبين لحيكون إلنا أكيد موقف من هذا الموضوع هل حكومة الأقطاب التي طرح البطريارك الراعي مقبولة حريريا؟ الآن بغيثة حريري واضح نحن أمام حكومة أفصائيين لا غير شكرا لعدو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش وأمام صعوبة التأليف وتأمين التوافق بين الحريري وبسيل نقلت اللواء عن قيادي في الثنائي الشيعي استياء حزب الله تحديدا من الحريري وبسيل الذين يحملهما مسئولية التعطيل المباشرة ولوح باستعداد الثناء الشيعي للرد على أي استقالات جماعية من المجلس النيابي بأن يكون ثمنها الذهاب نحو مؤتمر تأسيسي شامل فرضيتان يرجحما المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت مجدل عيد والتفاصيل كشف المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ ترق البطار عن تراجع إحدى الفرضيات السلاس لحدوث التفجير بنسبة 80% بين العمل الأمني أو التلحيم أو إطلاق صاروخ مع تقدم العمل على إحدى الفرضيات بنسبة 70% إلى 80% دون تحديدها وذلك بعد تسلمه التقرير الثاني لتحليل التربة من الفرنسيين والتي تقاطعت مع تلك التي أجراها الجيش اللبناني المحقق العدلي لفت إلى أمر أساسي تم العمل عليه يتعلق بسماع إفادات قرابة سبعة شهود كانوا في مسرح الجريمة ونجوا بأعجوبة ولسيما في حال تقاطعت المعلومات عما سمعوه وشهدوه لحظة التفجير بطار لفت إلى أنه زار المرفأ سلاس مرات والعمل جار من قبل لجنة مختصة على إعادة تركيب مسرح الجريمة وهناك تجارب تحصل للوصول إلى السبب الأكيد بطار الذي أشار إلى أنه تسلم سلسة أجوبة سلبية من جهات خارجية عن 13 استنابة سطرها للإفادة عن صور الأقمار الاستناعية وينتظر الأجوبة الأخرى باعتبار أنه على مشارف الانتهاء من التحقيق الفني والتقني الذي يحتاج لأسابيع لينتقل بعدها إلى مرحلة ثانية باستمرار التحقيق في منشأ الشحنة في رسو الباخرة في لبنان تخزينها في العنبر وأصحاب البداعة والقصد من إدخالها والكمية التي انفجرت مرورا بشق الأهمال والخطأ الجسيم وسماع المشتبه بهم والمدع عليهم والقيام بكل الصلاحيات التي يسمح بها القانون مجدلين عيد صوت لبنان أزنة جديدة على خط لبنان السعودية واتجاه إلى التصعيد فقد أعلنت السفارات اللبنانية في السعودية في كتاب عن ورود معلومات من عدد من المصدرين والمخلصين الجمهوريين تفيد بتوجه السعودية إلى فرض حظر على دخل كل الصادرات اللبنانية إلى المملكة وذلك بعدما طلب منهم التوقيع على تعاهد بعدم استيراد المنتجات والبضائع من لبنان ابتداء من النصف الثاني من حزيران الجاري وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي وصف الاتصال مع وزير الدفاع السعودي لمعالجة قضية التهريب بعد شاحنة الرمان الملأ بالمخدرات بأنه كان إيجابيا واصفا الموقف السعودي بالأمني وليس بالسياسي وكشف في حديث إلى الام تي في أنه تم التجاوب مع مطلب إدخال البضائع المشخونة إلى السعودية سجل عدد كورونا مزيدا من التراجع في الإصابات التي بلغت 165 إصابة جديدة في الساعات الأفع والعشرين الماضية فضلا عن سبع حالات وفاة إطلاقهم مشاريع زراعية من قبل مترانية جبيل بالتعاون مع البلديات والجمعيات جوزيفين أبي غصن والتفاصيل أعلن راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشيل عون عن سلسلة مشاريع زراعية ستبصر النور في الأبرشية دعما للعائلات في ظل الأزمة التي يتخبط بها لبنان كلام المطران عون جاء في خلال إطلاق مبادرة نذكر ونشكر الزراعية في وطلبان من قبل بلدية بلاط وجمعية هدفنا بحضور نواب المنطقة والقائم مقام ونائب رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصيغ أنا أنشأت بالأبرشية لجنة زراعية قرامة مهندسين زراعيين أكفاء عندهم خبرتهم بهالمجال مع مساح توبوغراف لحتى نكون عم نحصي كل أراضي الأبرشية المتعلقة بالمطرانية والمتعلقة بالأوقاف العامة والخاصة ونقدر نكون عم بتصدقي ممكنني يعني موجودي على الكمبيوتر ونقدر نعرف من كل هالأراضي أي أراضي هي ممكن تكون للزراعة أيها ممكن تكون للسكن أيها ممكن تكون غيبات بكل المجالات محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي أسف لما آلت إليه الأوضاع في لبنان لبنان هو اللي مثلا عم يعاني من الفساد ولبنان هو أيضا عم يعاني من عدم احترام القانون ولبنان هو أيضا عم يعاني من كلة الأخلاق اللي صرنا كلنا عم يعاني منا لبنان أيضا هو عم بيسألنا شو عملنا مين اللي ارتكب الجرائم بالبيئة مين اللي ارتكب كل هيد الأحقاد ومين اللي هو اللي عم بيطلع بكلام مليء بالحقد من اللبنان نتجاه أخيها اللبناني في ظل هذه الظروف وهذا الألم اللي كلنا وعيالنا عم نتقلم فيه هذا وكانت كلمة لرئيس بلدية بلوت عبد العتيق أكد فيها أن حوالي الخمسين عائلة ستستفيد من هذا المشروع الزراعي من جبيل جزافين أبي غصن إذا عد صوت لبنان جنوبا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط محاولة لتهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود اللبنانية مساء أنس موضحا أن القوات الإسرائيلية أوقفت عددا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان إلى إسرائيل وصادرت القوات الإسرائيلية خمسة عشر مسدسا وستة وثلاثين كيلو جراما من الحشيش وعشرات صناديق الذخيرة بقيمة نحو مليوني شاقل أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس بعد سلسلة اجتماعات عقدها في واشنطن أن إيران هي مشكلة إقليمية وعالمية وتشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل وأكد على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وفي هذا الوقت قدم السناتور الديموقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مندنينز وسناتور الجمهوري لينسي جراهم خطة بديلة عن الاتفاق النووي وحذرها من أن الصفقة النووية قد تم كسرها ولم تعد صالحا واقترحا إنشاء بنك إقليمي للوقود النووية تم مراقبته من الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية يسمح للدول التي تريد الحصول على طاقة النووية سلمية بالاستفادة منه واعتبرها أن الصفقة النووية تتجاهل سلوك إيران الخبيث في المنطقة ودعمها لحزب الله والحوثيين في اليمن جدد مجلس الأمن الدولي الدعوة للحوثيين بالسماح بالوصول غير المشروط إلى الناقلة صافر وقد حذرت منظمة جرين بيس من احتمال وقوع انفجار في ناقلة نفط متهالكة كبالة اليمن في أي لحظة ودعت الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل ختام النشرة مع الأحوال الجوية الجو ربيعي مع استقرار بدرجات الحرارة وتستمر الأجواء باردة قليلا في الفترات الصباحية والمسائية كان في هذه النشرة التعميم ممي وواحدة وخمسين ساري المفعول والدعم مقيد وأموال المودعين تحت اختبار إعادتها وسليمي قريبا في تعميم سنبلش نرجع الأموال الكهرباء أمام أزمة التعتيم والمحكمة الدولية تتوقف عن العمل أمام أزمة التمويل جهود حكومي تخرقه بيانات واتصالات من دون بركة بطار يرجح فرضيتين في تفجير المرفع إسرائيل تعلن عن إحباط عملية تهريب على الحدود الجنوبية مع لبنان بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر